جماعة اليوم راح نتكلم عن حدث هائل راح يحصل بعد كم يوم فلكل شخص يعتقد انه البيتكوين الان جنوني استنى شوية فقط وراح تشوف شيء كبير يحصل راح نتكلم عن البيتكوين عن الفريمات الطويلة والفريمات القصيرة وراح نتكلم عن صفقة واشياء كثيرة اخرى مرحبا بكم مرة اخرى يسألون انصولوا وقدم لكم فيديوهات عن الامناط الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جدت على هذا القناة سوى سبسكرايب وفعل الجرس الان طب جماعة اليوم الفيديو راح يكون فيديو قصير ولكن فيديو مهم فاتأكد انك تشوف الفيديو من البداية الى النهاية طيب خلونا ندخل هنا مباشرة في الفيديو اللي قد نشوفه هنا يا جماعة انه نشوف بعد ما حصلنا على دعم هنا من عند حافة الخط البني تبعي هنا عند 38890 دولار نشوف انه يا جماعة حاولنا نكسر الخط البني تبعي هنا او احافة الخط البني في الاسفل ثلاث مرات مرة مرتين ثلاثة ولكن حصلنا على رفض فتقدروا تشوف الان انه احنا قاعدين ننكمش هنا شوية بهذا الشكل واللي نشوفه هنا في الحقيقة اذا رحنا على هذا التشارت لا مش هذا التشارت ولكن هذا التشارت فاللي نقدروا نشوفه هنا جماعة انه احنا قاعدين ننكمش داخل هذه الوجه الهابطة وتقدر تشوف يا جماعة هنا إنه إحنا كسرنا هذه الوجه هنا للأعلى أو كسرنا خط المقاومة هذا هنا في الأعلى وأعدنا اختبار هذا الخط كخط دعم فخلونا نشوف يا جماعة هل راح نقدر نحافظ على هذا المستوى هنا فوق هذا الخط هذا راح يكون شيء جيد للبيتكوين وهذا الخط الآن هو عند نفس المستوى أو نفس السعر اللي فيه الآن البيتكوين عند 39450 دولار فهذا هو الآن الوضع على فريم الأربع ساعات عندنا هنا دعم من هذا الخط الهابط ولكن كمان عندنا خط مقاومة قوي هنا عند 42 ألف دولار على فريم الأربع ساعات فأنا لسه حذر هنا يا جماعة على المدى القصير زي ما كنت هنا في الأون الأخيرة على المدى القصير أنا حذر ولكن على المدى المتوسط والمدى الطويل أنا متأكد إنه إحنا راح نحصل على أسعار ومستويات عالية جدا هنا في البيتكوين ولكن حاليا لازم يكون من تبهين وحذري من هذا الوضع طيب بالنسبة للفريم الأسبوعي هنا على الفريم الأسبوعي ما فيه أي شيء تغير حاليا للسباق عندنا يومين على أقفال هذه الشمعة الأسبوعية فخلونا نشوف هل راح نقدر نحصل على ارتفاع هنا فوق هذا الخط خط المقاومة على الفريم الأسبوعي وفي الحقيقة في شيء كبير راح يحصل بعد يوم الأحد فأنا ما راح أكون متفاجئ إذا أقفلت الشمعة هذه هنا بهذا الشكل وبعد كذا نحصل على ارتفاع فوق هذا الخط الأحمر طيب الآن خلونا نتكلم عن إيجلي راح يحصل بعد يومين طيب في تاريخ ثلاثة وأربعة شهر خمسة الفيدرال الأمريكي راح يقرر إيجلي راح يعملوه بخصوص رفع معدلات الفائدة طيب كاتبين هنا أنه السوق أوريد يتوقع أنه راح يتم رفع معدل الفائدة في شهر خمسة بنسبة 0.50% وكمان متوقعين ارتفاعة أخرى راح تحصل من هنا إلى نهاية السنة طيب الآن إيجلي الشيء المثير في هذا الموضوع إذا جماعة شفنا أن الفيدرال الأمريكي قرروا أنهما يرفعوا معدل الفائدة بنسبة أكبر من النسبة المتوقعة يعني إذا مثلا رفعوا معدل الفائدة بنسبة 0.75% بدلا من 0.50% فأكيد السوق راح يتأثر بهذا الشيء راح يكون له ردة فعل فهذا راح يكون شيء مشوق جدا وكمان إذا قرروا أنهما يرفعوا معدل الفائدة بنسبة 0.50% زي ما هو متوقع هنا فربما الناس راح يرجعوا يدخلوا فلوسهم في سوق الكريبتو بعد ما يقرروا أنهما يرفعوا معدل الفائدة بهذا المعدل ولازم كمان نتابع عن كثب تصريحات الفيدرال الأمريكي ونشوف نظرتهم العامة العالمية علشان نشوف إيش اللي يعتقدوه في الوضع الحاصل الآن يعني نفس الشيء اللي كاتبينه هنا سيتم مراقبة تصريحات الاحتياط الفيدرالي عن كثب مع المخاوف الأخيرة بشأن التضخم وتباطؤ النمو العالمي والآثار المترتبة على تجديد السياسة فعن طريق مراقبة هذه التصريحات الناس راح يحاول يفهموا راح يحاول يتوقعوا إيش اللي راح يحصل بخصوص رفع معدلات الفائدة المتبقية اللي راح تحصل هنا إلى نهاية السنة فهذا هنا راح يكون هو الشيء الرئيسي اللي لازم الواحد يكون متابعه ورح نشوف إيش اللي راح يطلع من هذا الشيء ولكن في شيء هنا واحد ممكن نكون متأكد منه وهو أنه بعد يومين في تاريخ خمسة خمسة راح نشوف تقريبا حركة قوية أو تقلبات هنا راح تحصل في البيتكوين هذا هو اللي اعتقد أنه راح يحصل وراح نشوف يا جماعة طيب وبالنسبة لصفقتي زي ما تشوف هنا يا جماعة الطلبات الشراء هنا لسه موجودة عند نفس المستويات فإذا حصلنا على هبوط هنا هذه المستويات راح تتنفذ والآن الصفقة مرتفعة بنسبة 25% فمش سيء مش سيء أبدا فخلونا نشوف يا جماعة هل مع التقلبات هذه اللي راح تحصل في خمسة خمسة هل راح نقدر أنه احنا خلونا نشوف هنا متى راح يكون يوم خمسة هذا راح يكون يوم الخميس القادم فأعتقد أنه قبل يوم خمسة أو في يوم خمسة راح نحصل على هذه التقلبات لها إلى هنا في البيتكوين فإحنا متبهين على هذا الشيء ومراقبينه فخلونا نشوف هل راح نقدر مع هذه التقلبات أنه احنا نكون محظوظين وتتنفذ طالبات الشراء هنا تبعنا في الأسفل وكمان جماعة هنا شريكنا فيميكس رح يعطيكم 100 دولار بونس اذا اودعت هذا المبلغ الصغير اللي هو 500 دولار مبلغ صغير جدا تقدر تودع 500 دولار وتحصل على 100 دولار بونس وتداول فقط بال100 دولار طبعا تقدر استخدم هذا العرض فقط عن طريق هذا الرابط هنا رابط فيميكس الموجود تحت في صندوق الوصف وكمان اكيد في عندكم هنا البايبت عندهم بونس بقيمة 4530 دولار ولكن الشروط الاداع هنا او مبلغ الاداع اكثر بكثير مش فقط مجرد 500 دولار فاخليكم انتبهينا على هذا الشي جماعة واذا مش عارف الشروط تقدر تشوف كل الشروط هنا موجودة في هذا الرابط في صندوق الوصف كمان طب جماعة هذا كان كل شيء عندي اليوم بالتوفيق للجميع واشوفكم في الفيديو القادم